اشتركوا في القناة على اليوتيوب كتير مننا حبيب يصير عنده مشتركين بالالاف لكن بنستخدم بعض الاحيان طرق خاطئة وخطيرة جدا على القناة اليوم راح اوريكم ايش السبب الرئيسي لاغلاق كم كبير من القنوات وهو اللي بيخلي اليوتيوب يغلق القناة لما بتعمل انت تعليقات مستمرة على القنوات الاخرى انك يشترك في القناة وساشترك بالقناة الاخرى بنفس الطريقة فهنا بتأدي لنفس المشكلة خلينا نشوف المثال انا عندي مثلا لما اروح على على كريتور ستيديو بنلاحظ بدي اروح على اللي هو الكوميونيتي واروح على اللي هو الكومنتز بنلاحظ هنا موقفة للمراجعة وفي لايك لسبام يعني هذا التعليق كيف بصير التعليق هذا سبام لما انت تفوت على اكثر من قناة او على قناة واحدة وتترك على كل التعليقات اشترك في قناتي وساشترك في قناتك وهذه الطريقة خاطئة جدا بنلاحظ انه عندي هنا نيجي على الهيلد فور ريفيو بنلاحظ انه عندي هنا كومنت موجود تعليق من احد الاشخاص وهنا المصري تيك شاهد قناتي وان اعجبتك اشترك فيها اول تعليق بكون على الفيديو بكون شي سبام بيظهر مباشرة على التعليق لكن لما اتكرر مرة ثانية وتالتة ورابعة بنلاحظ ان هنا شاهد قناتي وان اعجبتك مباشرة بصير موجود في التعليق يعني ما بيظهر للناس اصلا فانت قاعد تتمل بتدمر في قناتك وما بتستفيد اي شيء مباشرة بعدنا يحطوا في الهورد ريفيو هرب انتقل الى اللايكلي سبام عندي هنا عمى المصري تيك عام الواحد وعشرين تعليق على قناتي بنفس الفكرة شاهد قناتي وان اعجبتك اشترك فيها احد القنوات رح تعملت انه report spam or abuse يعني قدموا فيك شكوى ممكن يؤدي الى اغلاق القناة او يتم حجب انك ترفع فيديوهات فترة من الزمن هذا هو السبب الرئيسي اللي كتير مننا ما بيعرف انه هذا الشيء مضر بالقناة عشان تكسب لك خمسين او مئة مشترك تؤدي الى اغلاق قناتك حبيت اشاركم هذه المعلومة واحذركم منها لانه انا انقرصت فعليا من اغلاق القنوات بدون سبب فما بالك لما انت تروح بايدك تسلم نفسك لليوتيوب علشان يغلق لك القناة يعطيكم الف عافية ما تنسوا اللايك والشير والتعليق للامانة هذه الشغلات مجانية احنا كعرب عنا مشكلة انه لو وجدنا معلومة واستفدنا منها ابنبخل انه نضغط على زر اعجاباني وترك تعليق دمتم بود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة